السؤال ما معنى العيلولة لما أقول عن كل فرد يعوله المقصود من العيلولة هي هو التكفّل بما يحتاجه هذا الإنسان من طعام من شراب من سكن فالزوجة من عيالك لأنك أنت تتكفّل بطعام وشراب بسكنها أبولاد قبل أن يستقلوا من عيالك لأنك أنت متكفّل طعامهم وشرابهم وسكنهم فالمقصود بالعيلولة هو التكفّل ولا يشترط أن تتكفّل في كل الأمور يعني لازم تكون متكفّل في الطعام وفي الشراب في السكن لا يكفي التكفّل ولو في الجملة عند السيد السستان السيد السستاني يقول ولو في الجملة إذا تكفّلت بالطعام فقط يقول هذا يعتبر من عيالك لو تكفّلت بالسكن فقط يعتبر من ماذا؟ من عيالك خلنا أخذ تطبيق لو أن الأب بدل سكن لابنه عطاه شقة مجاناً مو على نحو الهباء لا وإنما على نحو الإباحة قال له أسكن بالشقة مجاناً والولد موظّف يعمل ومستقل في طعامه وشرابه شؤونه مستقل عن والده فقط أنه جالس في الشقة مجاناً من شقة والده السؤال الفطرة على من تكون؟ هل على الأب؟ أم على الولد؟ أم عليهما معاً؟ بعض الفقهاء يقولون لا على الولد السير السستاني يقول لا على الأثنين ليش؟ يقول لأن كل واحد موفّر شيء من حاجات الولد المعيشية الولد موفّر الطعام والشراب مثلاً الأب موفّر السكن إذا لا أبن أن تكون الفطرة على الأب وعلى الولد هذه مسألة مهمة جداً قد البعض يغفل عنها وهذا ينطبق على أيضاً أفرض العامل إذا العامل ساكن عندك أنت ما توفّر لطعام وشراب تعطيه فلوس هو تكفّل بروحة لكن ساكن عندك بالبيت إذا نفس الحكم يعتبر من عيالك الجملة فيجب عليك أن تخرج زكاة الفطرة لكن هل يجب أن تخرج زكاة الفطرة كلها أو جز منها الجواب تخرج النسبة أنت مو متكفّل بكل المعونة متكفّل فقط ماذا؟ بالسكن فلو فرضني أن السكن يشكل ثلثل الحاجة إذا أنت عليك ثلثل فطرة طبعاً تشخيص هذا صعب لهذا الأفضل إما تكرار الإخراج يعني الولد هم يخرج عن نفسه والأب هم يخرج عن ولده أو واحد منهم يتوكل عن الآخر أفرض الولد يقول حق أبو ائدل لي أنا أطلع الفطرة عنك أو الأب يقول حق ابنه ائدل لي أنا أطلع الفطرة عنك إذا أذن الأب للإبن قال الله أذنت لك اطلع بأي مية يخرجه الولد هكذا ينوى هكذا أن أخرج هذه الفطرة عن من كلف بها في علم الله عن من كلف بها شنو؟ في علم الله لأن أنا ما أدري أنا المكلف أو منه أو أبوي فتخرجه بهذه النية فتسقط في هذه الحالة إذن هذه المسألة كن واضحة قد واحد يسألني يقول زينا احنا من أول ما كنا نسوي هذا الشيء أنا عندي أولاد ما أعطيهم شقق وساكنين ومستقلين ما طلعت أنا عنهم فطرة في السنوات الماضية هل يلحقني شيء؟ الجواب نعم عليك التدارك ما تعلم بأنه قد فاتك من الفطرة السابقة لازم اطلع تعويض ولو عما ترجمة نانسي قنقر